السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المواقف كثيرة جدا تشكلت فيها الملائكة في صورة بشرية وسأكتفي بذكر بعض تلك المواقف فعلى سبيل المثال نحن نعلم جميعا أن الملائكة جاءت إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في صورة بشر وهو نفسه لم يعلم أنهم ملائكة حتى أخبروا قال جل وعلا ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني قالهم بعجل مشوي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم روت يعني هو لما أقدم لهم الأكل وهم ماردوش يكلوا فشك فيهم وخاف إنهم ماردوش يكلوا يعني نويين بغدر فطمنوا إنهم ملائكة وإنهم جاءوا من أجل قوم روت عليه السلام وإنهم كملائكة لا يأكلون ولا يشربون الموقف الثاني حدث مع سيدنا روت عليه السلام أن الملائكة جاءوا إليه في صورة شبان في غاية الحسن والجمال فخاف عليهم وخش عليهم من قومي وضاق بهم ذرعا ليه لأن قوم لوط عليه السلام كانوا قوم سوء وكانوا يفعلون الفواحش وكانوا يأتون الذكران من العالمين ويفعلون فعلا شنيعا عيازا بالله ولذلك قال جل وعلا ولما جاءت رسولنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يقول الحافظ بن كثير رحمه الله رحمة وسعة تبدى له الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى وجل جلاله فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام فقلب قرى قوم لوط بجناح واحد من ستمائة جناح ورفعهم إلى السماء ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وألقى القرى قوم لوط لكرة سدوم خمس قرى ألقاهم فنزلوا على الأرض وعملوا ذلك التجويف الكبير اللي هو بعد ذلك ملئ بالماء وسمي بالبحر الميت طب ليه سمي بالبحر الميت لأن هذا الماء ماء يا زب الله جاء في مكان كل لعنة يعني كان عقوبة بهؤلاء القوم الذين كانوا يفعلون الفاحشة فهذا المكان يسمى بالبحر الميت لأنه لا يعيش فيه لا سمك ولا كائن حي بل ولا ينتفع بذلك الماء بشؤم معصية واحدة المنقف الثالث أنه كما تعلمون جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام في سورة بشر قال جل وعلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الله أكبر فهنا جاءها جبريل عليه السلام في سورة رجل فنفخ في درعها نفخة فحملت بعيسى عليه السلام من تلك النفخة بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل بعض المواقف ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيب نكمل مع بعض تلك المواقف التي تشكلت فيها الملائكة في سورة بشر ذكرنا كيف دخلت الملائكة في سورة رجال على خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وذكرنا كيف دخلوا على سيدنا روت عليه السلام في سورة شباب حسان الوجوه وذكرنا كيف ذهب جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام أما المواقف الرابع فهو في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وأراد أن يتوب فدلوه على أعبد أهل الأرض وقال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل فلما ذهب إلي قال أريد أن أتوب قال وماذا صنعت قال قتلت تسعة وتسعين نفسا قال ليس لك توبة فأغلق أمامه باب التوبة فما كان منه إلا أن قتله وأكمل به المئة ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن رجل صادق في توبته قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض فذهب إليه قال له هل لي من توبة قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن ماذا صنعت يعني عشان أشخص إيه اللي أنت عملته وأقول لك العلاج قال له قتلت مئة نفس قال أخرج إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم واترك تلك الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوء فخرج الرجل تائبا إلى الله سبحانه وتعالى لكن في منتصف الطريق مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فملائكة الرحمة تقول جاء تائبا وملائكة العذاب تقول لم يفعل خيرا قط فأرسل الله تكرمة لهذا العبد التائب أرسل الله عز وجل ملكا في سورة بشر وحكم بينهم وقال قيصوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاخبضوه فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث رواه البخاري ومسلم أما عن الموقف الخامس فهو في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل من بني إسرائيل واحد فيهم كان أبرس والتاني أقرع والتالت أعمى جاءهم ملك في سورة بشر ويعني القصة طويلة مش بوقت صدد يعني أن أنا أحكيها كلها لكن المم هؤلاء الثلاثة أراد الله عز وجل أن يختبرهم فبعث إليهم ملكا في سورة بشر فجاء إلى الأبرس قال له أي شيء أنا أحب إليك قال له عايزي بقى اللوني حسن وجلدي حسن طب بتحب إيه من الأموال قال له بحب الإبل فأعطاه واد من الإبل أو أعطاه إبل يعني ناقة عشراء يعني خلاص في الشهر العاشر هتولد فأصبح بعد ذلك عنده واد من الإبل وجاء إلى الأقرع قال له أي شيء أحب إليك قال له شعر حسن عايزي بقى عند شعر تمام كده وبتحب إيه المال قال له بحب البقر فأعطاه بقرة حاملا فوالدت بعد ذلك وأصبح عنده واد من البقر وجاء إلى الأعمى وقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري قال له وأي المال أحب إليك قال له الغنم فأعطاه شاتا حاملا فوالدت بعد ذلك وأصبح عنده واد من الغنم فبقى ده عنده واد من الإبل والتاني واد من البقر والتالت واد من الغنم ثم بعد ذلك جاء في صورة رجل آخر وذهب إليهم واحد واحد جاء إلى الأبرص في الأول كده وقال له يعني أنا مسافر وليس عندي مال وأرود منك ناقة أتبلغ بها في صفري وأشرب من لبنها قال له لا الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص فنجاك الله عز وجل ورزقك بالجلد الحسن وكنت فقيرا فأغناك الله عز وجل قال له لا لا كلام ده غلط إنما ورثت المال كابرا عن كابر ده من أيام جد الباش وقبل حضرتك وجاء إلى الأقرع فقال له يعني أريد منك بقرة أتبلغ بها في صفر فإني فقير وبحاجة إليها فقال له الحقوق كثيرة أنا وأنا فضيلك فهم إزاي المم قال له كأني أعرفك ألم تكن أقرع فأكرمك الله بشعر حسن وكنت فقيرا فأغناك الله قال له لا إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر لكن كانت المفاجأة الجميلة مع الرجل الأعمى وهذا ما سنعرفه ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيبي في الجزء التالت والأخير من تلك المواقف التي تشكلت فيها بعض الملائكة في صورة بشر فذكرنا أبل الفاصل ذلك الملك الذي ذهب اختبارا وامتحانا لهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل الأبرس والأقرع والأعمى لما ذهب إلى الأبرس بعد أن أكرمه الله عز وجل بالجلد الحسن وأصبحا دوادي من الإبل وطلب منه ناقة يتبلغ بها في صفر فرفض فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرس فرزقك الله عز وجل جلدا حسنا وكنت فقيرا فأغناك الله فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فعاد أبرس مرة أخرى فخيرا مرة أخرى ثم ذهب إلى الأقرع وطلب منه أيضا بقرة يتبلغ بها في صفري فقال له الحقوق كثيرة يعني ما أقدرش أديك أي حاجة أصلا فقال له ألم تكن أقرع وليس عندك شعر فرزقك الله بالشعر الحسن وكنت فقيرا فأغناك الله قال له لا إنما ورثت ذلك عن كابر ولم يسند الفضل الله سبحانه وتعالى فقال إن كنت قال له الملك الذي جاء في سورة بشر قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فعاد مرة أخرى أقرع فقيرا كما كان ثم ذهب في النهاية إلى الأعمى فقال له إني رجل مسافر وأحتاج إلى شات أتبلغ بها في صفري فأعطيني شاتا قال هذا واد من الشياه والأغنام خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لقد كنت أعمى فرض الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله من فضلي فوالله لا أمنع عنك شيئا من فضل الله اليوم فقال له الملك بارك الله فيك فإنما ابتليتم فسخط الله على صاحبيك ورضي الله عنك أسأل الله أن يبارك لك في مالك فبارك الله لهذا الرجل الأعمى الذي رد الله عليه بصرة بارك الله له في مالي والحديث رواه البخاري ومسلم آخر موقف نحكيه أنه جاء جبريل عليه السلام في صورة بشر ورأاه الصحابة بس في صورة بشر كان يأتي في صورة رجل اسمه دحية الكلبي وهذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صورة بشر وكان يلبث ثيابا بيضاء جميلة بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يرى عليه أثر السفر يعني الناس ما عرفوش هو مين ومش واضح أنه جاي من سفر فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا فقالوا لا يا رسول الله الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الله أكبر إذن يا حبيبي فبعض الملائكة كانت تتشكل فعلا في صورة بشر بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته